السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن دنا اليوم مكون التواصل الشفاهي للنص السماعي تحت عنوان كرة المدرة إذن قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة المرتبطة بهذا النص السماعي كرة المدرة سأقرأ عليكم هذا النص السماعي وبعده سوف نتمم بإجابة عن الأسئلة المرتبطة به كرة المدراب للرياضة فوائد عديدة بدنية ونفسية وتعتبر رياضة كرة المدراب واحدة من أفضل الألعاب للأطفال إذ أنها تساعدهم على بناء عضلات قوية وتعطيهم التقة بأنفسهم والشعور بالتفوق وتعمل على رشاقة الجسم كما أنها تحميه من الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط وكرة المدراب واحدة من أهم الرياضات التي مارسها الإنسان وهي إحدى الألعاب التي تجمع لاعبين مع بعضهم البعض في ملعب واحد ويحاول كل لاعب تسجيل النقاط على حساب اللاعب الآخر وفق شروط وقوانين معينة تتطلب رياضة كرة المدراب التنسيق الجيد بين حركة اليدين والرجلين وبين الجسد والفكر بصورة عامة من فوائد رياضة كرة المدراب أنها تعمل على تقوية العضلات وتمنعها شاشة العظام في المستقبل كما تساعد على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأزمات والجلطات ومن خلال السرعة تساعد لعبة كرة المدراب على تنشيط الجسم وتقويته كما تعمل على تحسين كمية الأكسجين في الجسم وارتفاع معدل حرق وإذابة الدهون مما يؤدي إلى إنقاص الوزن ورشاقة الجسم أثناء القفز والضربة تعمل على تقوية عضلات أسفل البطن كما تعمل على تقوية عضلات الفخدين والذراعين والساقين إن الرياضة تكسب الإنسان الكثير من الصفات الرائعة مثل الإصرار والمواصلة المجهود وقوة التحمل والروح الرياضية والمنافسة الشريفة وغيرها من الخصال الحميدة التي تفيد الفرض وتفيد المجتمع في نفس الوقت كما أنها تعمل على إكساب الإنسان لاحترام القواعد والقوانين لأن لأي لعبة رياضية تكون لها قوانينها وقيودها الخاص وعلى كل إنسان رياضي أن يلتزم بتلك القواعد والقوانين إذن هذا كان هو نص السماعي لهذا الأسبوع النص السماعي في أسبوع التقويم والدعم الآن سوف نحاول أن نمر إلى إنجاز تمارين مرتبطة بهذا النص إذن بعد أن تحينا من قراءة النص السماعي في مكون تواصل الشفافي تحت عنوان كرة المضرابي إذن حاولوا أنكم تستمعوا ليه أكثر من مرة حتى تستطيعوا الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بهذا النص أفهم وأحلل إذن بالنسبة للسؤال الأول أستمع إلى النص كاملا وأحدد موضوعه إذن بعد قراءتنا للنص واستماعينا إليه إذن سوف نحدد موضوع هذا النص إذن قصة كرة المضرب وتاريخها إذن النص لم يتكلم لنا عن قصة كرة المضرب وتاريخها كذلك كيفية لعب كرة المضرب إذن النص لم يتحدد لنا عن كيفية لعب كرة المضرب والقواعد التي يجب احترامها أثناء اللاعب كذلك مخاطر كرة المضرب إذن كذلك النص لم يتكلم لنا عن مخاطر كرة المضرب بل تكلم لنا عن مزايا وفوائد كرة المضرب إذن تكلم لنا هذا النص أو تحدث لنا أو كان موضوع هذا النص السماعي هو مزايا وفوائد كرة المضرب إذن بعد قراءتكم وبعد استماعكم لهذا النص لعدة مرات سوف تجدون أن هذا النص يتحدث عن مزايا وفوائد كرة المضرب إذن بالنسبة للسؤال الثاني إذن بعد أن استمع إلى النص مرة ثانية إذن قلت لكم أن حاولوا تستمعوا لهذا النص عدة مرات أضع العلامة في مكان المناسب لكل عبرتين إذن بالنسبة للعبرة الأولى إذن منعوا الأمراض المزمنة مثل أعراض القلب ودائي السكري إذن هذا يدخل ضمن الحماية من هذه الأمراض إذن كرة المضرب هي تحمينة من الإصابة بهذه الأمراض المزمنة بناء عضلات الجسم كذلك هذا يدل على القوة إذن بناء عضلات الجسم إذن فكرة المضرب تساعدون على بناء عضلات الجسم وهذا يدخل في صنف القوة كذلك الصبر وقوة التحمل هذا يدخل في خانة الأخلاق وأخيرا التقة بالنفس هذه تدخل في شخصية الإنسان يعني الطفل والرياضي الذي يمارس كرة المضرب تكون له شخصية قوية وذلك عن طريق تقته بنفسه إذن بالنسبة للسؤال الثالث أسمع النص مرة ثان ثالثة إذن قد نعود أو تاني كذلك أسمع النص المرة الثالثة وأصل بخط بين كل عنصر وما يناسبه إذن كلما سمعنا للنص عدة مرات كان نفهم المعاني دياله وكذلك كان نحاول نحدد بذقة الموضوع الذي يتحدث عنه وكذلك العبر والفوائد التي نستاقها منهم إذن بالنسبة للجملة الأولى التقة بالنفس والشعور بالتفوق هذا يدخل كما قلنا في قوة الشخصية كذلك الروح الرياضية والمنافسة الشريفة كذلك قلنا هذا يدخل في الأخلاق الفاضلة التنصيق الجيد بين حركة اليدين والرجلين إذن هذا فن اللعب والحركة إذن الممارس الذي يمارسه كرة المضرب عليه أن يجيد التنصيق بين حركة اليدين والرجلين حتى يمارس هذه اللعبة باحترافين إنقاص الوزن ورشاقة الجسم هذا يدخل كما قلنا في الوقاية الصحية الوقاية الصحية من الأمراض المزمنة كذلك الإصرار والمواصلة المجهود وقوة تحمل إذن قلنا هنا الإصرار هذا يدلنا على الصبر إذن الذي يمارسه كرة المضرب يجب عليه أن يكون صبورا ويكون لديه الإصرار والمواصلة المجهود حتى يحقق النصر في الأخير إذن إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا المكون مكون التواصل الشفاهي وقمنا بإجابة عن أسئلة هذا النص السماعي كرة المضرب إذن حاولوا أنكم تستمعوا لهذا النص السماعي عدة مرات كما قلت حتى تستوعبوا كما قلنا المعاني والعبر التي استقناها أو التي ذكرها لنا هذا النص السماعي إذن إلى اللقاء